وصلت وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال الـ 24 ساعة الماضية من ضبط 494 قضية تموينية بمضبوطات وصلت لـ 216 طن أما في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاسيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 170 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط 46 طن في مجال قضايا المخابس تم ضبط 720 قضية من بينها 72 قضية خبز ناقص الوزن و80 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد الأرز الشعير تم ضبط 18 قضية بمضبوطات بلغت قرابة 114 طن ترجمة نانسي قنقر